ازاي الحال ازايكم انا جيتكم اليوم بحلقة جديدة عن موضوع انا بفتكر انه مهم ومرتبط بواقعنا الحالي اللي هو تأثيرات الصدمة او الموضوع بتاع الصدمة اللي هي التروما طيب ممكن زور يقول ليا يعني شنو صدمة تتكلم عن شنو انتي الصدمة دي هي استجابة اجسادنا لحدث جلل حدث يا اما جدامنا كده او حدث لينا نحن نفسنا والحدث الجلل ده ما حدث سعيد حدث سلبي جدا واثر في حياتنا تأثير كبير او حيضير حياتنا مثلا او كده يعني الامثلة شنو يعني ان مثلا حكاية التعرض لي مثلا حادثة بتاعة اقتصاب مثلا اقتصابه او واحد اقتصابه او قتل شخص امامك او حصلت حادثة بتاعة عربية حدثت لك انت او حدثت لشخص عزيز عليك وانت كنت من المشاهدين لهذا الحدث حالة الحرب اللي نحن فيها دي واللي هي فيها تهديد مستمر بالامن بتاعكم كده دي كلها احداث جليلة وتؤثر جليلة بمعنى جلل يعني احداث كبير وتؤثر فينا تأثير كبير دايما استجابتنا للصدمة بتكون في اشكال متعددة بتحصل كلها مع بعض يعني اول حقيقة نستجيب جسديا لهذه الصدمة نستجيب عاطفيا ونستجيب نفسيا وزي ما اقلت لكم التأثير او النواع كثيرة من الاحداث ممكن تدخل الشخص فيها بحالة الصدمة دي او يعني يكون تأثيرا قوي بحيث انها تعتبر صدمة او تروما طيب هل كل الناس بتتأثر بنفس الدرجة يعني لو في حاجة او حدث واحد شاهدوا ناس كتار ناس كتار جدا شاهدوا مثلا شخص بيموت او اشخاص بيقتلوا او هم نفسهم تعرضوا لخطر محدق او تعرضوا لنوع من الاضطهاد ونوع من الانتهاك ولا تمروا بأزمة معينة يعني كذا هل كل الناس بيستجيبوا بنفس القدر وتؤثر فيهم بنفس التأثير ولا فيه اوامل كذا بتغير من استجابتك لهذا الامر لا ما كل الناس بيستجيبوا بنفس القدر والاستجابة بتختلف على حسب المرحلة العمرية للشخص يعني الاطفال يختلفوا عن الناس المراهقين يختلفوا عن البالغين والرجال يختلفوا عن النساء كذا يعني فيه حاجات كثيرة عوامل كثيرة من ضمنها المرحلة العمرية اللي هي بتأثر في مدى استجابتك للأمر كذلك التجربة الحياتية فيه ناس متعودين على الكتل دا يعني لو مثلا شخص شغال جندي تأثروا بقتل شخص أو موت شخص قدامه ما نفس التأثر بتاعه وحده ما شافت له زول بيموته وقاموا بكتلوريها زول قدامه فيه اختلاف كبير جدا في ردة الفعل وكمية الصدمة اللي بيدخل فيها الإنسان لأن دا الجند دا تجربت مختلفة تماما عنها ومدى تعودوا على هذه الأحداث بيختلف وكذلك في التركيبة النفسية للشخص يعني في ناس عندهم هشاشة نفسية كده الحيات كل أي حاجة كده تأثر فيهم تأثر شديد وما عندهم قدر على التأقلم كويسة يعني وفي ناس عندهم نضوج نفسي وفكري وعاطفي بيخلي أهلهم يخليهم مرنين عندهم مرونة وعندهم استجابة أفضل للأحداث السالبة في حياتهم وبالتالي التركيبة النفسية برضو عندها دخل بالموضوع طيب ممكن زولي سأل يقول لك الاستجابة دي شنو اللي نحن متكلم عنها استجابة الجسم للأحداث دي شنو يعني طيب هي مسألة معقدة شوي أنا بحاول إنه أبسطها عشان الناس تفهم ممكن ينتج شنو عن الصدمة يعني في حياة الإنسان أو التغيير النفسي اللي بيحصل الإنسان شنو زي ما قلت لكم الاستجابة هي ممكن رفلي كده نقسمها لي ثلاثة أشكال في استجابة بعمل الجسم استجابة جسدية ودي بتحدث نتيجة للرد الفعل يعني لهذا الحدث الجلل واللي هو عمل سترس عمل ضغط نفسي أو ضغط على الجسم ضغط النفسي بيأثر في الجسم بالمناسبة الجسم بيستجيب للضغط النفسي نسمي سترس رسپونس فبيتم إفراز كمية من الهرمونات ويتم تشغيل الجهاز العصبي المركزي الإرادة واللا إرادة بصورة معينة وكده في استجابة شديدة تحصل بينتج عنها عدد من التغييرات مرة دانية إن شاء الله نتكلم عنها ولكن في استجابة جسدية انت بتحس بحاسيس مختلفة ويتأثر الأجهزة مثلا تقلب ضربات القلب تتأثر سرعة التنفس التعرق الإحساس مثلا إحساس بالغثيان إحساس بالكده بإنه تدار تهبط أو دار يعني يحصل ليك مثلا تفجد الوعي يعني في حاجات جسدية كثيرة جدا بتحصل مصاحبة لردة الفعل دي طيب إيه هالأنواع الثانية من ردود الأفعال فيه ردود أفعال عاطفية وده نحن نتكلم عن انفعالات العاطفية اللي بتصاحب الحدثة الحصل دي يعني والردة الفعل العاطفة ده بيتكون من إنه انت شفت حاجة واستجبت بوحدة من المشاعر اللي نحن نعرف خوف غضب فرح لكن هنا نحن نتكلم عن التروما ما في فرح في خوف وغضب وفزع والحياة دي يعني دي دي الإحساس الزاتي ده اللي انت بتحس به ولكن ما في زولتاني شايفه ده اسمه إحساس وهذا الإحساس بيولد استجامة من جسمك نتيجة للخوف يبتدي قلبك يضرب سريع أو يبتدي تتعرق أو النفس بتاعك يزيد دي ردود أفعال فيسيولوجية أو جسدية لهذا الإحساس اللي انت هسري أوكي وبعد ذلك بيكون في سلوك مصاحب لهذا الرد الفعل الانفعال ده العاطف ده السلوك بيكون إنه مثلا إذا أنا حسب بالخوف الشديد أقعد أبكي البكة الكراين ده اللي هو أي زول شايفه ده ده سلوك بيحصل كالآتي أنا شفت حدث جلل قدامي لنقول زول اتكتل قدامي نتيجة حادث نتيجة زول الثاني كتلوا ووقع من حتة بعد في حاجة حصلت وصنبضي طايت مات أنا أصابني الإحساس اللي أنا الحاسبه هو إحساسي الذاتي هو إحساس بالخوف الشديد والفزع مثلا بصاحب هذا الإحساس رد في الجسدي إنه مثلا الضربات القلب بتزيد والإحساس ده إنه القبضة بتجي في قلبك ده معناها إنه في ارتفاع في الضغط وارتفاع في ضربات القلب حتى لو زون ما حاسب إنه قلبه بيضرب سريع لكن مش بيجي قبضة كده القبضة دي هي رد فيه لجسمك للحدث ده أو للإنفعال ده وتجي بعد الواحد يبدأ يعمل سلوك معين مصاحب لهذا الإحساس اللي هو صريخ أو بيكة أو كده يعني حاجة زي ده اسمه رد فعل عاطفي لإستجابة عاطفية للحدث بيبقى عندنا الاستجابة الجسدية اللي هي بتشمل إنه جهازك العصبي وجهازك جهاز قدد الصماء يبتدي يستجيب بإنه يفرز يفرز معينة ويتعامل مع الوضع بصورة معينة ده جسدك ده الوقت بيحاول يستجيب بيبقى استجابة جسدية استجابة عاطفية وفي استجابة نور آخر اللي ينسميها استجابة نفسية الحكاية بتاعة الاستجابة النفسية دي طبعا هي مسألة معقدة جدا ولنحن لما نقول رد الفعل النفسي بنتكلم عن في الحقيقة مجالات كثيرة تدخل في تركيبة النفس البشري والناس لا سمتعرف إنه النفس البشري دي حاجة معقدة جدا وهي بتشمل القدرات العقلية والانفعالات العاطفية وكيف نستقبل ونحلل ما يحدث حولنا وفي بعض من هذه الاستجابات النفسية بتحدث بصورة لا إرادية وبعضها يحدث نتيجة لتفكير عقلاني واعي وتدخل في هذه الاستجابة النفسية أمور كثيرة من ضمنها إنه نحن أول حاجة بنستقبل الحدث الحاجة الحصلت قدامنا دي في مستقبلات معينة بتورين إنها حصلت مثلا حاسة الشوف والسمع والشم وما بعرف كلهم بدوني باستقبل منهم إشارات بتوريني إنه في ضرب نار حاصل وفي شخص قتل بعدين النظر برضو شفت الزول بتكتل فهذا الاستقبال بيسمي perception الperception هو في الحقيقة مش فقط إرسال الإشارات ولكن كيف أنت بتنظر أو كيف بتحلل هذه الإشارات ده الperception فيوجد واحدة من الطرق النفسية لفهم العالم حولك إيا إنه أول حاجة تستقبل ما يحدث ما هي المخدى المخدى وظيفته شو عنده وظائف كثيرة من ضمنها حكاية تركيبتنا نفسية دي يتحكم فيها المخدى ودي الجزء النفسي ده هو نحن كيف ننظر للعالم وكيف نفهمه وكيف نحل ما يحدث فيه وكيف نرسل أفكار للخارج شفت الجزء بتاع البرسبشن اللي هو استقبال الأحداث اللي حولنا بعدين يجي بعده الرد الفعل العاطفي ورد الفعل العاطفي زي ما ذكرت قبل شوية عبارة عن الفيلين واللي الرد الفعل الجسدي وبعد ذاك السلوك والحين وده الرد الفعل العاطفي في جزء الرد الفعل العاطفي ذا دائما بيقوم به المخ البدائي بتاعنا لما الواحي يكون كل استجابات للأحداث اللي حول عاطفية ما فيها أي نوع من العقلانية ذا درجة بدائية من التفكير الإنسان عشان يكون عقلاني لازم يكون الجزء العقلاني من الاستجابة لما يحدث حوله متطور ومركز عشان يقدر يسيطر على الوضع يسيطر على المشاعرك الكثيرة الشديدة يقدر يتحكم فيها ويحول لحاجة مقبولة لمن حولك وما تأذي للناس حولك لأنه يا جماعة الردود الفعل عموما إذا كان ما فيها أي نوع من التحكم والسيطرة من جانبك يعني أنت ما عملت أي مجهود بعقلك العاقل الإرادي الواعي تقدر تعمل سيطرة على نفسك معناته أنت زي الحصان الجامح يرفس به ويضرب به ويجري كده ويكسر ديوة حصان جامح قوي حصان قوي جامح العقل هو عبارة عن الفارس اللي بيقدر يرجم هذا الحصان ويتحكم فيه ويقفه العقل هو ما أكثر قوة ولا ولا منعة من 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 عقل لا إرادي العقل الواعي العاقل اللي بيفكر وبيوزن الأمور وياخد غرارات سليمة وياخد كده ده هو مش أكثر قوة ومنعة من عقل نا اللي هو أصلا بيطلع ليك شنو بيطلع ليك مشاعر بيطلع مشاعر وهو بيستجيب في الأول اللي بيستجيب في الأول هو منه العقل اللا إرادي واستجابته في شكل مشاعر بغالب الأحيان ولكن زي ما أقولت لكم نحن لازم ندرب هذا الحصان الجامح ونعقله نسيطر عليه يعني هذا الفارس اللي هو العقل الفوق العقل الواعي العقل الإنساني البشر إذا هذا الفارس هو مفروض يكون عنده قدرة إنه يتحكم في الحصان ده وكمان يركب ويستعمل في الأعمال المختلفة يجر بيه محرات يمشي يحارب بيه يمشي يعمل بيه ويروض فيبقى الفارس هو العقل الواعي المدبر المسيطر والحصان هو العقل اللاواعي البدائي الانفعالي اللي نحن موجود نسيطر عليه ده في الحالة الطبيعية ولكن في الترومة طبعا في حالات الصدمة بيكون في زي نوع من الاستجابة العاطفية أكثر we'll take over ما حتدي ما حتسمح بهذه البروسيس العقلانية ولكن في حالات العادية استجابتنا بتكون جزء مننا عاطفي ويجي الجزء العقلاني يمسك ليك القصة دي والاستجابة لما نكون فيها تناغم بين الجزء بتاع المشاعر والعواطف والجزء العقلاني وهم مشغالين مع بعض وكويسين وفي تناغم ابقى سلوكياتنا اللي بتنتج عن ذلك وردود فعال جسدنا ذاتا والسلوكيات اللي بتنتج هتكون منطقية ومعقولة ومقبولة وما فيها ضرر للآخرين اللي حولها لأن الحصان ده أنا ماسكو باستفيد منه بالعكس بعمل بيوه في الحاجات الكويسة بعمل بيوه في الأعمال أنا محتاج أعمالها ذكروا ذكروا التشبيه ده عقلنا البدائي العاطفي هو حصان جامح وعقلنا العقلاني اللي بيميزنا كبشر واللي هو درجته أعلى ده هو الفارس اللي بيسيطر على هذا حصان ويدربوه ويأهلوه ويستفيد منه في الأعمال اللي هو عاوزه عاوزه ينجزي طيب بعد ما حصل رد الفعل ده ولنقول إنه كان رد فعل ناجح أنا بتكلم عن أحداث عادة عادية ما بتكلم عن صدمة لأن الصدمة فيها نوع من التغيير لهذه الاستجابة فاستجبنا بأصورة كويسة وحتى لو كان الحدث حدث سيء بدرجة من الدرجات الجسم أو نحن عندنا طريقة إنه نكون ما يسمى بالكوبينج ميكانيزم سألي هي التأقلم نبتدين التأقلم والتأقلم ده بيؤدي لشنو التأقلم ده عنده طرق كثيرة وموضوع كبير يعني موضوع التأقلم ده ولكن التأقلم باختصار في حالة الاستجابة دي بتاع أجسادنا للأحداث اللي حولنا بيؤدي لأنه أنا هتعلم حاجة من التجربة أو من مروري بالتجربة دي بحيث إنه لو تكرر نفس الحدث تاني ما هيكون نفس السيناريو هيتغير هيتحسن هيكون أفضل دي وظيفة الكوبينج ميكانيزم اللي هي التأقلم الحدث وكل مرة الواحد أو الوحدة استجابته تتحسن وتأقلم أكثر وتستفيد من التجربة أو يستفيد من التجربة عشان يعني يطلع أكثر مرونة وأكثر قدرة على مجابهة هذه الأمور دي 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 استجابة الجسم لأي حدث بيحصل حولك ولكن لما يكون الحدث حدث كبير ومؤثر جدا وبيؤدي لردفع يعني انفعال وعاطف الشديد اللي هو الصدمة يعني الاستجابة دي بتكون مضطربة نحن لا نستجيب بنفس الطريقة وبهذا النظام لا يكون في اضطراب في شدة ردة الفعل وفي نوعية ردة الفعل بيحصل شنو بيحصل انه يعني تبتدي تظهر حاجات وتغييرات تحصل حتى تركيبة المخب المخب بالمناسبة الصدمة بتعمل تغيير حتى في تركيبة المخب كيف الكلام دا المخب طبعا جهاز معقد جدا وفي كتير جدا بيحصل فيه نحن لسه ما فهم من اكثر من اكثر الاجهزة تعقيدا في الوجود اول حيث طبعا لو لاحظته هو تركيب تزاه تركيبة كده عبارة مادة هلامية فيها تعرجات كده وفي بين اخاديد وما بعرف هش لكن ما في تفصيل شديد يعني لمراكز المختلفة التي تتحكم في الوظائف المختلفة دي حاجات اضطرين نعمل حاجات كثيرة عشان نقدر نفصل ونعرف يعني مركز اللغة ما بعرف اللي بتحرك اليد يا تول بيحرك الرجل يا تول المتحكم في حركة العيون يا تول المحرك دي الناس اضطرت انها تعمل ابحاث شديدة جدا عشان تعرف قارن دي مثلا بالقلب القلب جهاز بسيط جدا ومن السهل فهمه يعني عبارة عن عضلة هذه العضلة تمنقبض وتنبسط وهو مقسم لأربعة غرف ها غرفتين في أسفل الجهاز أسفل القلب اللي ينسميهم البطينين وغرفتين في أعلى القلب اللي ينسميهم الأزينين الأزينين هو غرف بتستقبل الدم الراجع للقلب والبطينين هي العضل الترمبة الحقيقية اللي تنقبض وتنبسط عشان تدفع الدم داخل الدورة الدموية أو داخل الجهاز الدوري بس فيه حاجات يعني عنده كهرباء ما بتتحكم فيه وما بعرف شوي بتعجد الأمر لكن لو انت نظرت لها الجهاز للقلب تفهم وطوع تفهم كيف بيشتقي المخ لا مخ ده معقد جدا ولسه في حاجات كثيرة مع فهمنا ولا عارف منها وبالذات لأنه مرتبط بالنفس البشرية والنفس دي هنا يعني كلمة كبيرة خالص تدخل فيها كل العمليات العقلية اللي نحن نعملها اتخاذ القرار التحليل الزاكرة الاستقبال الإشارات من العالم الخارج ومن جسمك الداخلي و كل العمليات دي اوكي الاختراع والقدر على الكرياتيبتي يعني الاختراع والحاجات دي الخيال imagination ده شنودة بعدين في حكاية الجزء الإراد اللي نحن واعين بيه جزء واعي نحن فاهمينه بنستخدم ده في الجزء اللا واعي اللي بيأثر فينا بطرق مختلفة ونحن حتى ما قادرين نفهم يعني وجزء اللا واعي دي بالمناسبة هو الأكبر في تكوين النفس البشرية والعقل البشر ما اخدخ اتدفس فيه حاجات ممن والذوق لحد دي السمي اوكي ويتحكم في كثير من عاداتك ويتحكم في طريقة تفكيرك ويتحكم في عقليتك ويتحكم في شخصيتك ووو جصة كبيرة ولكن نرجع للصدمة طيب انا قلت لكم انه الصدمة تغير من نفس الانسان وحتى من تركيبة عقل الانسان او تركيبة مخ الانسان سوري مخ كيف تركيبة المخ تأس لنا ديكم امثلة لأربعة احجاد تغير في حتة اسمها الامجدلة الامجدلة دي اسمها بالعربي اللوزة الدماغية الاسامة العربية عادة ما تدل هنا لكن الامجدلة دي هي جزء من العقل الاوسط مش العقل الفوق اللي هو الاكثر تطورا عقل اللي مرتبط بحكاية الانفعالية والاواطف والكنان بتعمل وظائف كثيرة ولكن من ضمن الوظائف بتعمل انها بتستقبل ما يحدث حولك هي من المستقبلات وبتستشعر الخطر سريع جدا ودي موجودة في حيوانات كثيرة ما فينا بنا ودي الطريقة اللي بيقدروا يستشعروا بها الخطر ويستقبلوا بسريع الامجدلة فنحن عندنا الامجدلة وهي تستشعر الخطر وترسل اشارات ل اجزاء مختلفة من المخ وبتعمل تفتح السويتش بتاع السترس رسبونس اللي هو استجابة الجسم للضغط او للخطر دايما بيكونوا الناس سمعوا الكلام باني بيسموه فايت او فلايت رسبونس وده ببنسبة جزء من الجهاز العصبي لا ارادي ده بنتحكم فيهن احنا ده بره تحكمنا يعني تقاتل امام الخطر والحكاية ده مهمة جدا للبقاء وزي ما قلت لكم هو موجود في حيوانات كثيرة حيوانات الراغية دي كلها تلقى الغزالة الجارية من الاسد دي مجارية بمساعدة الفايت أو فلايت رسبونس ده اللي هو الجزء ده من المخ هو الجزء ده من الجهاز العصبي الفايت أو فلايت رسبونس ده او ده مسؤول عن تغييرات كثيرة جدا بتحصف الجسم بهي العضلات إنها تكون أكثر قدرة على الجري أو على القتال بهي بيزيد التنفس بيزيد ضربات القلب بيزيد الضغط القلب بيزيد كده وبيمنع بعض الوظائف الأخرى زي الهضم والإخراج والحاجات دي بتجيف لأنه ده ما وقتا أنا في الوقت ده لا ده رهضم لا ده ره خرج ولا ده ما دي حاج أنا ده رجري أو أقاتل فهذا الجهاز يهيأك لزحرك ده رد فعل سريع وآني كده بس طوال شوها الخطر طوالي يحصل هناك وبعدين بيكون الشخص أكثر انتباها وأكثر تحفز أنا نشنا كبشر عندنا مشكلة إنه نحن عندنا قدرة بتخيلنا وتهيؤنا نخلي هذا الجهاز أو هذا الريسبونس أو هذا الرد الفعل ده يشتغل عندنا مشكلة لأنه نحن ما نقدر نتخيل الخطر نحن يتهيأ لينا إنه في خطر طبعا كل الحاجات دي إذا تهيأ ليك إنه في خطر يعني إذا ماشي في مثلا زقاق مضلم وتهيأ لكنه ممكن زور ينطف كطعنك ولا حاجة الريسبونس ده بيصحب ممكن ترشي في الزقاق وتأجي راجع وتمشي وما يحصل لك حاجة لكن التهيء الخيال المادينيشن ده ممكن يخلي الجصة دي تستمر موضة طويلة والقناس داخل في حلقة مفرغة بتاعة مستمر ضغط نفسي مستمر ضغط جسدي مستمر وزي ما نحن نتكلم عن حكاة السترس ريسبونس دي فيها حاجات كثيرة غير الاستجابة السريعة دي في كمان استجابة بتاعة هرمونات واستجابة بتاعة كده كلها بتجي وإذا استمرت مدة طويلة وأصبحت مزمنة عند ضرر النفس كبير حالات الصدمة تؤدي إلى استمرار هذه الاستجابة بصورة مزمنة الناس طواري في حال الضغط نفسي وفي حالة هايبر فيجلنس كده بتاع إرتابليتي تزول يعني أي حاجة تخليك تنفعل وإي حاجة تخليك تكون هنا وإي حاجة تخليك تخاف مش في ناس كده ده بس لو جيت قلت هه تقوم تناط وبتاع النوع ده من الوجود النفسي أو الحال النفسية بيخليك مستمر أنت موجود في رد الفعل ده للضغط أو الاسترس وده مضير جدا بالصحة عنده تأثيرات على صحة جسدك مثلا الناس أكثر برضا للإصابة بالسكرة أو الضغط أو المشاكل دي برضا القلب والحاجات ولكن ده كلام مرة طيب الأمجدل دي حجمه بيبقى أكبر في الناس اللي متعرضوا لصدم ولما نجزه من الموج حجمه يبقى أكبر معناها بيشتغل أكثر معناها زي فيه هيمنة كده منه على بقية الأجزاء ويبقى أكبر وبالتالي شغله أكثر وزي ما قلنا الأمجدل هي بتصحش اللوزة دي اللوزة الدماغية بتعمل شنو بتصحي السترس رسونس طيب نمشي لك قدام عشان ما نطور الكلام في جزء تاني اسمه الهايبوكامبس الهايبوكامبس ده اللي هو اسمه قرن آمون أول مرة أعرف أول مرة أعرف إنه اسمه كده قرن آمون ده برضو مسؤول عن الانفعالات والعواطف ومسؤول عن الميموري وعن التعلم هو شوي أكثر روقيا من الأمجدلة طيب هذا الجزء مرتبط بالأمجدلة و ارتباطهم ده بيخليه ارتباط غير صحي ارتباط غير صحي وهو بيحصل له ضمور للشخص اللي اتعرض للصدمة بيحصل ضمور لقرن آمون ده وبالتالي بيكون فيه اضطراب في المشاعر وتحليل المشاعر وطريقة السيطرة عليها وفي زاكرة زاكرة تكوين زكريات أو حتى تذكر أحداث قديمة بيحصل بها اضطراب دي واحدة من آثار الصدمة على المخ رفت وانا بتكنا عن وظائف المخ الحاجة التالتة انه الجزء المسؤول عن الوظائف العقلانية اتخاذ القرار العمليات الحسابية التفكير اللي فيه نوع من الإبداع أي حاجة مرتبطة بعقل الإنسان الواعي المتقدم الادفانس ده اللي نحن بنتميز بيه وده المخ ده العقل اللي بيعمل حاجات ما في حيوان تاني أو كريتشر تاني بيقدر يعملها مخ نحن الجزء من المخ المتقدم جدا والمرتفع والسامي اللي هم موجود في حيطة اسمها الprefrontal cortex اللي هي القشرة الجبهية والحال بشكل ده حيطة الجزء جدام ده من المخ ده جزء أكثر تطورا وأكثر تقدما ده برضو بيحصل لضمور يبقى المصاب بالصدمة ده يكون نتائج صدمة بالمناسبة يبقى جزء المصاب بالصدمة بيكون ما ينتو قدر أنه يركز ولا يتخذ غرار سليم ولا كده يبقى نحن هذه الوقت خلقنا حالة داخل هذا المخ فيها العواطف تتحكم في الجزء العقلاني من مخنا العواطف هي سيدة أمر والانفعالات وال stress response والحاجات والحاجات البريميتيب التي نحن نحاول نقل هذه سيدة الأمر والجزء الذي هو العقل والذي يعقل هذه الأمور بالمنطق والتفكير أصبح ضامر وأقل تأثيرا فعله أقل وعموما في جهاز العصبي عموما الإنسان بيكون عايش في حالة بتاعة حاجة اسمها hyper arousal اللي هو الانفعال أو حالة بتاعة ماذا رأي قل تهيج ولكن حالة alertness كده زيادة اللي هي hyper arousal hyper arousal دي شنو hyper arousal اللي هي والله راحت على يعني تبي aroused إنو انت تبقى صاحي وواعي كده ولكن لمن تكون صاحي وواعي وجمبي اللي هو تكون أي حاجة تخلعك وإي حاجة كده وطوالي مركز وطوالي النوع ده 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 اسم hyper arousal جهازك العصبي كل دي الوقت بيشتغل في هذا هذه البيئة اللي فيها سيطرة بتاعة عواطف أكتر من المنطق وقدراتك العقلية من تكوين الزاكرة والتعلم واتخاذ الغرار السليم وكده تم suppression حصل لا suppression اللي هي تقلل قلل فعاليتي ده تأثير الصدمة على تركيبة المخ يبقى بيحصل المخ ذات وتركيبة وتختلف النتيجة شنو بتاعة الحكاية دي بنشوف الناس اللي متأثرين بالصدمات دي بيكون شاكل الناس بتستجيب بسلوكيات مختلفة أو بطرق مختلفة فيديوزو بيكون انطوائي جدا ويبعد عن التعامل مع الآخرين بس داير يقعد براه فيديوزو بيكون بيحاول يشغل نفسه ببرنامج مليان لسة طويلة من الأعمال والشغل الكثير والهين بس عشان ما يفكر أوكي فيه جزء بيدخل في حالة خدر عاطفي نامنس اموشنال نامنس ما ينفعل ما بيكون علاقات مع الآخرين ما كده فيه ستيت وكده ما يعني انفعالاته العاطفية بتفقى يعني مضطربة أو لا ينفعل عاطفيا مع أي حاجة زول كده بس يعني هناك كده فيه ناس بيكونوا السلوك بتاع محاولة إرضاء الآخرين حتى لو على حساب نفسهم ودي حاجة بتحصل بالذات للأطفال اللي بيتعرضوا لحكاية التروما التروما اللي هي الصدمات العاطفية أو الصدمات اللي بتحصل للأطفال وهم صغار يعني فبيتعلموا إنه يحاولوا يكسبوا رضا الإنسان اللي بيعملهم أبيوز يعني دحلسوا كده للناس ويتوددوا مثلا للأب أو للأم أو لكده الناس أو whoever is causing a trauma دي يعني يحاولوا يتوددوا ودي حاجة بتستمر معهم حتى لما يكبروا يحاولوا إنهم ما بيعرفوا يقول لك لا ويحاولوا يرضوك بأي طريقة ويحاولوا يتوددوا للآخرين بصورة كده هنا دي برطب المناسبة من طرق الاستجابة للصدمات في نوع مخصوص من الصدمات بيحصل للأطفال والأطفال هم الأكثر حساسية بالمناسبة في هذا الأمر ببساطة لأنه مخ المخ والعقل والنفس البشرية لا تكتمل أو لا يكتمل تكوينه إلا في عمر على الأجل 21 سنة وفي ناس يكونوا 25 سنة عشان الزول يعتبر ناضج نفسيا وفكريا لازم يدخل في العشرينات يبقى الأطفال دي غير ناضيين ونحن بنقوم نملى الأجساء نملى الفراقات النفسية بتاعتهم اللي هي أو بنشحنهم بتجارب نفسية سلبية دي حتكون الأساس بتاعت ركبتهم النفسية بالمناسب أنت في حالة تطور وحالة نمو وحالة اكتساب لتجارب في الحياة بتكون نفسيتك كطفل يعني ونحن بنديهم في تجارب سلبية بصورة متكررة ومزمنة ودي غت تصل لدرجة مثلا الناس اللي بيتعرضوا sexual abuse وحتى ال psychological abuse of many kinds الناس سلبينوا أولادهم وبيضربوهم بيشتموهم ويقللوا من قيمتهم وكده فذي دي حاجات متكررة دي صدمات متكررة دي تجارب سلبية متكررة وبتعمل تغييرات أشدة وألعن من الآن زكرت عليك دي يعني التركيبة في مخدي بتحصل لزول كبير بالمناسبة زول كبير مثلا ما يقول مش حرب أو اكتشفوا الحاجات دي في الناس اللي مش فيتنام حربوا في حرب فيتنام يراجعين عندهم حاجات سايكولوجية كده بتحصل اسموها PTSD اللي هو Post Traumatic Stress Disorder اللي هو قلق مع بعض الصدمة أو اضطراب مع بعض الصدمة أو Acute Stress Disorder اللي هو اضطراب الصدمة اللي هو إذا حصل مباشرة بعد الصدمة واستمر لمدة ستة شهور بنسميه اضطراب الصدمة وإذا بعد ستة شهور استمرت العراض وبيكت موجودة وكده بنسميه اضطراب مع بعض الصدمة يعني على حسب بس المدة الزمنية موضوع الصدمة أو الترومة وتأثير على البشر وبالذات الأطفال تم موضوع كبير جدا ونحن لازم نناقش بصورة مفصلة عشان الناس الوالدين بالذات يعرفوا هما بيعملوا في شنو لأطفالهم نتيجة أساليب التربية المختلفة وكذلك الناس تفهم استجابة بعض الناس لما حدث في السودان من حرب ومن أهوال والاستجابة تختلف قلنا من شخص إلى آخر وعشان يحاولوا يفهموا الاستجابات دي جاي من من جاي من ردود فعلنا للصدمات أو الصدمات التي تعرضنا لها طيب شكرا لكم أنا مرة ثانية إن شاء الله أو حامل حلقات في هذا الأمر أكتر وأكتر جماعة بالله اشتركوا في الغناة غناة اليوتيوب عشان تصلكم هذه الحلقات وتقدروا تستفيدوا منا إن شاء الله شكرا لكم